السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في هذه الحلقة المخصصة فقط للرد على أسئلتكم قبل أيام طرحت على منصات السبيل أني سأخصص هذه الحلقة للرد على الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بالأمور التي طرحناها في فيديوهات أو في مقالات أو في موسوعات السبيل وأنا أشكر كل الذين أرسلوا الأسئلة والاستفسارات وهذا يدل على محبتكم واهتمامكم ومتابعتكم لما نطرحه لكم لكن للأمان الكثير من الأسئلة كانت تتعلق بأمور خارجية لم نطرحها وأنا قلت من البداية الأسئلة ستكون على ما طرح سابقا مع ذلك سأحاول الإجابة على أهم الأسئلة التي ربما أيضا لا تتعلق بما طرحنا حتى لا نكون ممن يكتم العلم عندما يسأل عنه وطبعا لا أستطيع الرد على كل الأسئلة فأنا اخترت فقط الأهم حسب تقديري الآن سأبدأ بسؤال تكرر كثيرا وهو لماذا لا أرعد على الفيديوهات التي ينتجها ملحدين للرد علينا أو لشتمنا أيضا وقبل الرد على هذا السؤال أريد أن أوضح حدة نقاط مهمة وهي أولا مشروع السبيل كقناة على اليوتيوب أو كل منصات السبيل وموقع السبيل وموسوعة السبيل الهدف من هذا المشروع كان هو تثبيت الشباب الذين تعرضوا لبعض الشكوك في هذه المرحلة المضطربة من تاريخ الأمة والإجابة على تساؤلات الباحثين عن الحق فالشريحة المستهدفة لدينا هم هؤلاء الشباب الباحثين عن الحق واللي عندهم أسئلة وليس الذي ألحد وانتهى الأمر عنده وتحول إلى محارب للإسلام والذي يقتصر خطابه على التحدي والسخرية فالذي يتحدى سيجد منصات مهتمة بمناقشته مثلا صفحة ورين نفسك يعني صفحة مخصصة فقط لمناقشة من يريد أن يتحدى فهؤلاء أنصحهم يذهبوا إلى هذه الصفحات أما صفحة السبيل وقناة السبيل فليس هذا هو اختصاصها أيضا نقطة ثانية أنا من البداية وقبل إنشاء السبيل كان هدفي أو كان في بالي أنه لا أرد على أحد يعني ابتداء لا أدخل في مجال الردود لكن في أضيق الحدود أحيانا أحتاج أو أرى من الحكمة أن أرد على بعض الملحدين وهذا عندما يحدث فيكم بأضيق الحدود ودون مواجهة ولا تعمد المواجهة والتحدي أيضا أنا ضد فكرة المناظرات لأنه كل ما يطرح في رأي من مناظرات أو ما يسمى بمناظرات بين مؤمني وملحدين على اليوتيوب فهذا حسب التعريف لا أرى مناظرة ربما أخصص حلقة إن شاء الله للحديث تحديدا عن موضوع المناظرات لكن حتى لو يوما ما وافقت على المناظرات فليست بهذه الطريقة أصلا المطروحة والعامة ولن يكون هدفي هو الدخول في مبارزة حتى أنتصر فيه على الخصن لذلك إما أخصص حلقة للرد على شخص ما دون الدخول في مناظرة معه وقد أضطر لي تسمية اسمه وذكر اسمه مثل كافر مغربي مثلا وهذا اسمه هو الذي اختاره لنفسه أو أخصص حلقة أو حلقات لمراجعة طرح شخص ما مثل الدكتور عدن إبراهيم أو أخصص حلقة للتحدث عن شخص دون أن أسميه وهذا ليس للرد عليه ولكن للتحذير منه وهذا ما فعلت في حلقة سابقا سميتها الجهل والغرور بوابة الإلحاد فليس هناك داعي إذن لأذكر اسمه لكن هذا الشخص الذي أتحدثت عنه سابقا هو الذي فتح على نفسه هذه الجباب هو الذي قام بمشاركة الفيديو الذي خصصته للتحذير منه وقال الناس شوفوا هو محكي عني يعني هو اللي ثبت على نفس التهمة وأنا لم أذكره أصلا ويبدو أنه أكثر ما كان وزعجه أني ما ذكرت اسمه يعني هو كان هوسه أنه ينشيه الأكثر وطبعا هو حث الناس أو شجع الناس اللي بتابعوه ولي كلهم منحدين زيه على أنهم طبعا يدخلوا في التعليقات ويشتموني وإلى آخره وأنا أصلا لست من متابعيه يعني يا دوب أنا شفت بعض حلقاته اللي كانت الناس عاملة شير لها وطلعت على أجزاء منها فخصصت أحد فيديوهاتي للتعليق على هذه الفتنة وليس للرد عليه لأنه هناك من قام بهذا الواجب وأصلا أنا أرى أيضا أنه تخصيص فيديوهات للرد على أشخاص ملحدين غير مشاهير فهذا ليس من الحكمة الأفضل أن نرد على الكبار على كبار المستشرقين كبار الملاحدة مثل الداوكنز وغيره هؤلاء لديهم ملايين متابعين وقراء والأولى أن نرد على شبهاتهم على أي حال هذا الشخص رح عمل فيديو أو أحد أصدقاء وعمله فيديو وجمع فيه مقاطع من كل الفيديوهات من المشايخ اللي يردوا عليه حتى يستعرض بأرجينا كم هو مهم وكم واحد من الناس اللي اهتموا فيه كان الطريف أنه أنا أكثر واحد ركز علي فلاحظوا يعني كم يفرح هؤلاء بالردود عليهم لدرجة أنه حتى لو ما ذكرنا اسمه فهذا أيضا يفرح به ويشهره ويقول تعالوا شوفوا الناس كيف يحكوا عني وأكثر ما يضحكني في هؤلاء لما يكتبوا تعليقات عننا أنهم أزعجونا المشكلة أن هؤلاء لا يعرفون أنه منهجنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا احتديتم نحن إذا زعلنا فحنزعل عليكم مش زعلين على حالنا ولا على الدين الإسلام ليس بحاجة لكم أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزعل أو يستاء من عدم تلبية بعض الناس لدعوته كان يأتيه الوحي لعلك بايخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني كل واحد منهم عنده عقل وهو مؤهل أنه يعرف الحق فلا تزعل عليه هو حر إذا كان يريد أن يكفر ويذهب إلى النار بقدمي طيب حتى ما نطول عليكم أهم الفيديوهات اللي طلعت للرد علي أو للتشهير بي كانوا من أعداد شخصين الأول كان تقريبا من بداية فتح قناتي أو بعد فترة قصيرة ربما من سنة أو أكثر فوجئت بعض الناس تبعثولي رابط لشخص يدرس الفيزياء كما يقول هو شخصية مهرج بكل معنى الكلمة يعني بيفتح الفيديو تبعه بطريقة تهريجية كوميدية ويبدأ بلف سجارة الحشيش كما يبدو وبيشرب كولا وبيدخن وبنفس الوقت بيقول تعالوا نتفرج على حلقة أحمد دعدوش حتى نرى ما لديه بيبدأ يوقف الفيديو كل شوي ويسخر أنا بصراحة من البداية لما شفت الفيديو طوله ساعة أو أكثر وهو كان ردا على حلقة سميتها مكاشفة كانت أول حلقة من سلسلة لماذا أمت بالله فقلت ربما لديه شيء سيرد به علينا فيستحق أن نرد عليه لن أقسم لكم أنه ساعة كاملة ما وجدت فيها جملة واحدة تستحق فعلا التوقف فضلا عن الرد وبالنهاية قال أنه سيعد حلقة أخرى للرد على الحلقات الأخرى فأنا هنا توقفت وأدركت مستوى هؤلاء وبكل أمانة لم أستعم على الحلقة الأخرى التي خصصها للرد علي ومن وقتها قلت لنفسي لو كل يوم هؤلاء أصدروا فيديو للرد علي إذا سمينا رد فعلا فلن أتوقف ولن أشغل نفسي ولا أضي وقتي في الرد عليهم ولا حتى الاستماع لهم لأنه ببساطة كل إنسان الآن قادر أن يفتح فيديو لمحاضرة لفيلسوف كبير ويزعم أنه سيرد ثم يتوقف عند كل جملة ويسخر ما هو كبار الفلاسفة من أيام سقراط كان فيه سفسطائيين برد عليهم كانوا قادرين على المشاغبة حتى بعد سقراط أفلاطون وأرستو كان هناك سفسطائيين بشاغبه فمجرد أنك تعمل فيديو وتقول فيه أنك عم ترد علينا هذه ليست شطارة وليس بالضرورة أنك ستقول شيئا يستحق الرد الفيديو الثاني أو الثالث الذي خصص أيضا لرد علي صدر مؤخرا وانتجه شخص لم أسمع به من قبل وهو أيضا رد على الفيديو الذي أصدرته والذي حدثتكم عنه قبل قليل الجهل والغرور بوابة الإلحاد هو أيضا من أصدقاء الشخص لأنا كنت أحذر الناس منه واضح تماما أنه منزع جدا جدا أيضا من عدم ذكري لإسم ذاك الشخص الذي حذرت منه واعتبر هو وأصدقائه أني أخاف على الإسلام من هؤلاء فأنا لا أذكر أسمائهم وأحذر الناس من الاستماع عليهم خوفا على الإسلام من هؤلاء والطريف أنه إحنا في خطابنا وفي كتبنا وفيديوهاتنا فيما أنتجناه وسننتجه إن شاء الله لاحقا نذكر أسماء هوكينغ ودوكنز وبرتريند رسل وكل هؤلاء الفلاسفة الكبار الملحدين ولا نخاف من ذكر أسمائهم لكن هؤلاء يستحقون أن تذكر أسمائهم ويستحقون أن أتي بكتبهم وفيديوهاتهم وأفلامهم الوثائقية حتى نرد عليها لكن شباب مهرتقين مثل هذا الشخص الذي حذرت منه واللي قالوا لبعض الناس اللي بتابعوه أنه كل يوم بيفتح اللايف ثلاث مرات في اليوم ويبدأ يطرح كل أفكاره إن هو السؤال هنا واللي أنا ذكرته أيضا في الفيديو إنه إذا كان هو يبحث عن الحقيقة فلماذا لا يغلق هذه القناة ويبدأ يفكر ويطرح أسئلته على الناس اللي هو عم يعمل مناظرات معهم ولكن بشكل شخصي لماذا تطرح أفكارك هذه علينا نحن؟ إذا كان هو بحث عن الحقيقة فما دورنا نحن كمتابعين ومشاهدين ابحث عنها بنفسك ولما تتأكد عن الحقيقة سواء لما كنت مسلم كما تزعم ثم عندما ألحدت لاحقا بعدما تتأكد أن هذا هو الحق افتح عندها القناة وأخبرنا بما لديك حتى نتبعك الآن هذا الشخص الذي أصدر فيديو يرد به على هذا الفيديو تبعي كان عبارة عن مقابلة أو اتصالات مع ربما سبع أو ثمانة أشخاص يعني جوقة من الملحدين ويدخل واحد منهم بيجتمني كلام مضحك جدا أيضا لم أجد كلمة واحدة تستحق الرد وأيضا هذا الفيديو الذي كان يرد عليه طوله ساعة ونصف وهو يرد على حلقة من حلقاتي طولها أقل من ثلث ساعة تقريبا لكن من الأشياء اللي لفتت نظري أني بحثت في قناة هذا الشخص الذي كان عامل هذا الفيديو يبدو لي من اسمه من اسم عائلة أنه مسيحي لكنه يزعم أنه كان مسلم ثم ارتد وصار ملحد وحتى قناته كلها ردود على المسيحية بالكاد تجد فيها بعض الفيديوهات لتشويه الإسلام كل اختصاص هو المسيحية لكن من الأشياء المهمة للي فتت نظري لما بحثت عن اسمه في جوجل وانجدت مقابلة معه في أحد المواقع التابعة لإعلام نظام السيسي العنوان يقول مقابلة مع أشهر الملحدين في مصر مع أنه ليس مشورا على يوتيوب عصلا والذي كان وهذا هو الأهم من الإخوان المتشددين ثم الحد من أهم الأسئلة كان يسألوا ما رأيك في انقلاب اللي يسموه ثورة يونيو اللي هو انقلاب السيسي فيقول طبعا أنه مع هذه الخطوة واللي هي انقلاب لأنها أنقذت مصر من دولة إسلامية السؤال الثاني ما رأيك بل اللي تجمعوا في رابعة تخيلوا يقول يستحقون ما حدث لهم يعني مجزرة رابعة اللي راح فيها آلاف الناس يستحقون ما حدث لهم فهذا الجواب باختصار يلخص رأي هؤلاء الملحدين ووحشيتهم وتبريرهم للمجازر التي ترتكبها الأنظمة العسكرية ضد المدنيين على أي حال حتى نتجاوز هذا السؤال كله أنا أتمنى فعلا أنه كل يوم يصدر هؤلاء الملحدين فيديوهات للرد علينا واللسخرية منا أولا هم يساهمون في زيادة شهرتنا بين أتباعهم عسى أن يهتدي بعضهم على يدنا وثانيا حتى نرمي عليهم شيئا من سيئاتنا الكثيرة يتحمل وزرها يوم القيامة لأنه طبعا هم ما عندهم حسنات حتى نطمع فيها الآن نتابع الأسئلة سؤال جاءني يقول كنت قد سمعت عن الدكتور عبد الرحماني الهاشمي في قناتنا لأنه أجرينا حوار معاه يتحدث عن أن الملحد يجب أن يصدق مع نفسه يعني كل أسئلته يجب أن يطرحها بصدق فالسؤال هنا كيف نطبق ذلك على المسلم عندما يبحث عنه الحقيقة هل من الصدق مع النفس أن تبحث وتقرأ فقط لعلماء المسلمين أم تقرأ لغير المسلمين بما فيهم الملحدين بقول أيضا المسيحي نحن نطلب منه أن يقرأ لغير المسيحيين فلماذا لا نطلب من المسلم أن يقرأ أيضا لغير المسلمين الفكرة يا أخي الكريم إذا أنت مسلم أصلا ومقتنع بعقيدتك وما لك شايف فيها أي تناقض عقلي فلماذا تبحث في غيرها لكن لو كان عندك إشكالات في دينك نفسه وسمعت بعض الشبهات أو طرأت عليك بعض الشكوك هنا صار واجب عليك أن تطرح هذه الأسئلة وتقرأ لمن يطرح الأجوب عليها وليس بالضرورة أن تبحث عن الحق لدى الملحدين ابدأ أولا ببحث عن أجوبة عن هذا الإسلام وعن الأسئلة التي طرأت على الإسلام نفسه إذا لم تجد إقناعا في ذلك وقتها روح شوف الإلحادة سيقنعك أم لا أما المسيحي فنحن نطلب منه أن يبحث عن الحقيقة خارج دينه لأنه في داخل دينه نفسه في كثير من الإشكالات المنطقية وإن قابلت عشرات المسيحيين الذين أسلموا وهم يعترفون أنه حتى قبل أن يلتقوا بأول مسلم في حياتهم كانت عندهم هذه الإشكالات ولما كان واحد منهم يسأل أستاذه فكان يقول له أطع وأنت أعمى يعني يجب أن تؤمن أولا بما نقوله لك ثم ستقتنع لذلك المطلوب منه في هذه المرحلة أن يبدأ البحث عن أجوبة خارج هذا النطاق وخارج دائرة المسيحية سؤال آخر هل المالة نهاية ممكنة في الواقع يعني وجود كون سابق على كون طبعا هذا غير ممكن مسألة قدم العالم عند ابن تيمية كمثال ابن تيمية أسي أفهمه في بعض كتب قال بقدم العالم لكن عقيدة السلفية وأهل السنة أن الكون والعالم كله حادث وطارئ والله خلقه والله كان وحده في الأزل ولم يكن معه شيء وسؤال كيف نتأكد من أن للوجود بداية نتأكد بالعقل وبالحس طبعا لما نقول الوجود بداية فنقصد الوجود المادي أما وجود الله فليس له بداية سؤال يقول بعد سلسلة أدلة وجود الله هل هناك خطوة قادمة لسلسلة إبراهين ونبوة؟ نعم إن شاء الله ولكن لا أدري متى سؤال يطلب مننا الحديث عن ما هي الرأسمالية ووحشيتها لدينا في موسوعة السبيل مقاله الدكتور المختص محمد صديق المختص في الرأسمالية والذي يدرس في جامعات فرنسا فلديه مقال جميل في هذا الموضوع تحت تصنيف الرأسمالية هل ستعود الخلافة الإسلامية التي تشمل جميع المسلمين في دولة واحدة أم ستكون عبارة عن اتحاد عدة دول إسلامية في مشروع يشبه الاتحاد الأوروبي أم أن الأمر يستحيل نظريا كما يقول الدكتور عدنان إبراهيم الذي يقول أنه زمن الخلافة ولا ولن يعود أولا يا أخي ما في شيء اسمه يستحيل نظريا الاستحالة تكون إما عقلية أو فيزيائية لكن في الحراك الشعبي والاجتماعي فما في استحالة هناك سنن كونية وقد تخرق أيضا لدينا حديث يتحدث عن عودة الخلافة بعد أن كانت على منهاج النبوة ستعود يومما ولكن لا ندري متى وكيف كل ما نعرف أن المسيح عليه السلام سينزل والمهدي سيخرج لكن هل ستكون خلافة قبلهم أو على أيديهم لا ندري وأيضا الاتحاد الأوروبي ليس فدرالية ولا يشبه الخلافة التي نعرفها لكن هل ستعود الخلافة على شكل فدرالي اتحادي ربما وربما لا سؤال يطرح أو يقترح أن نتحدث عن التنمية البشرية خصوصا أنه احنا طرحنا سابقا في حلقة القراءة السريعة فكرة عن هذا الموضوع فقلت وقتها أني سأعد حلقة عن هذا الموضوع نعم سأحدثكم إن شاء الله في حلقات عن التنمية البشرية والخرافاتها ولكن قبلها يجب أن أتحدث عن الباطنية وحركة العصر الجديد هناك عدة أسئلة تطلب منا رأينا فيما يجري في تركيا وفي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والأخره باختصار أنا قدمت مراجعة لفكر ومنهج أردوغان ولكن ليس تحليل سياسي لمجريات يومية فأنا لست محللا سياسيا بهذا المعنى وأن أحاول إبعاد قناة السبيل أيضا عن الخوض في اليوميات والإخبار اليومية سؤال يقول لماذا احتاج الله لخلق عبيده هذا السؤال نفسه يرتكب بغالطة السؤال الملغوم فأنت افترضت من البداية أن الله احتاج والله تعالى لا يحتاج لكن لماذا خلقنا الله فهذا لحكمة لا نعرفها ولسنا مكلفين بالبحث عن أمور خارج نطاق العقل وهناك حديث موضوع يتناوله الشيع وغيرهم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقته كي أعرف هذا حديث موضوع كل ما نعرف أن الله خلقنا وكلفنا وتحملنا هذه الأمانة كما تقول الآية وحملها الإنسان إنه كان ظنوم الجهولة فنحن مكلفون وعلينا أن نقوم بما نحن مكلفين به وننجح في هذا الاختبار حتى ندخل الجنة وننجو من النار أما لماذا خلقنا وما هي الحكمة فهذا أمر خارج نطاق العقل والوحي لم يحدثنا عنه فلو كفر كل الناس فالله في غيرنا عنهم ولن يضره بشيء سؤال يقول ما رأيك في محمد رمضان البوطي بشكل عام ووقوفي مع النظام أنا ذكرت رأيي في الدكتور سعيد البوطي في حلقات ومراجعات عدنان إبراهيم وأزيدكم الآن أنه كان شيخي الأول لما كنت من تلاميذه أو حتى قبل أن أتتلمذ على يديه بل تتلمذت على كتبه فكنت أعتبره قدوة العلمية وربما أيضا أبي الروحي ولكن لما اكتشفت وقوفه مع النظام وحتى تبرير القتل للمدنيين فوقتها طبعا غسلت يدي منه فالحق أولا يتبع بدلا من التعصب له أيضا يقول السائل ما رأيك في إبن باز وفتواه في الاستعانة بالأمريكان إبن باز كان عالما وحافظا لكنه أيضا من فقهاء السلطان مثل البوطي ولا ندري لو كان في مكان البوطي ماذا كان سيقول والآن ذهب إلى ربه والله يتولى أمره ما هي نظرة الإسلام للذي يخالف وينتقده أهو القتل أليس ضحض أقوالهم ومناظرتهم أفضل وسيلة لردهم من قال القتل يا أخي القتل لما يرتد ويغير دينه ويفارق الجماعة لكن سبيل الرد على هؤلاء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة سؤال هل حضرتك درست الشريعة الإسلامية؟ أنا درست العقيدة في كلية أصول الدين العقيدة والفلسفة والشريعة والفقه كان أحد المقرارات سؤال يطلب أن نفصل في موضوع نظام الحكم في الإسلام الذي ذكرناه في سلسلة مراجعة أردوغان سؤال طويل يعني في النهاية حسب إجماع علماء الأمة عبر التاريخ ما هي الطريقة المثالية لاختيار الحاكم ومن هو المخول لاختيار الحاكم خصوصا بعد أن اختفى نمط الخلافة يعني هو ليس هناك إجماع لطريقة المثالية لاختيار الحاكم هناك حتى من أجاز الوراثة ما أنه الصحابة اعترضوا وأنكروا على معاوية لما أراد أن يأخذ البيعة لابن يزيد لكن للأصل يكون هناك أهل الحل والعقد من أهل العلم والفضل يختارون الأفضل منهم أو من من يترشح أو يرشح وليس بالضرورة التصويت أيضا ولكن هذا ما قام به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد موت عمر رضي الله عنه كان هناك عدة أشخاص مرشحين وكلهم من أهل الحل والعقد وصار الترجيح بالنهاية بين عثمان وعلي فكان عبد الرحمن يذهب ويسأل الناس في المدينة وحتى الركبان الذين يأتون إلى المدينة ما رأيكم عثمان ولا علي ويقال في رواية ضعيفة أيضا أنه حتى سأل النساء والصبيان فهذا يكاد يشبه يعني الانتخابات والتصويت في أيامنا هذا عجيب فعلا كيف يعني بدون أدلة تذكر أنا ذكرت الدليل وبضعت صورة لمقال لكاتب سعودي يقول بنفسه أنه كان يتتلمذ على فيديوهات عدنان إبراهيم ثم بنفسه ألحد وهناك أمثلة كثيرة مثلا الدكتور ياد القنيبي آخر حلقة من حلقات سلسلة رحلة اليقين خصصها للسؤال لماذا يلحد الكثير من أتباع عدنان إبراهيم سؤال هل صحيح ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله حول حكم علم الكلام لا أدري ماذا تقصد فماذا قال السؤال هنا يقول أليس الأفضل التطبيق الحرفي للنصوص وعدم تأويلها مثل إقامة حكم الله وإعادة جهاد الطلب وتربية جيل محب للجهاد إلى آخر هذا الكلام أنا يا أخي الكريمة عدم التأويل في النصوص إلا للضرورة ولست مع علم الكلام بالمطلق ولست أؤيده ولا أتباع هذا المنهج ولكن علم الكلام ما له علاقة بالأمثلة المذكورة عن الجهاد سؤال يقول أيضا قلت أنك شافعي أشعري متى قلت؟ هل تقصد شخص آخر أم أنا؟ وعند الشافعية حلق الذق أقل من القبض مكروه العجيب أن الشافعية نفسهم هم الأكثر تساهلا في تقصير اللحية وحتى حلقها السؤال يقول بما أنك قدوة للكثير في لماذا تأخذ بالرخص؟ طب إذا هي رخصة أصلا فإن المشكلة؟ وثانيا هل أنا قدوة؟ أنا كثيرا ما حذرت الشباب لا تأخذوني قدوة مين أنا حتى أكون قدوة أصلا؟ على أي حال هذه اللحية إن شاء الله على رأيي بعض المذاهب هي حلال أرى عندما تكلمت عن أدلة وجود الله تكلمت عن أدلة متكلمي الأشاعرة وكأنها أدلة خطابية أو جدلية لا تستوي إلى مستوى البرهان كما يقول بالرشد وإذا كانت هذه نظرتك فأنا مستعد لمناقشتك يا أخي أنا أولا لا أريد منقشة أي أحد من المتخصصين معلم الكلام وأتمنى من كل المختصين بالكلام في هذا العصر أن يتوقفوا عن تضيع الوقت في مناقشة السلفية والصوفية هناك الآن صراعات أخرى مناقشة الملحدين والشبهات هذا أهم بكثير من الدخول في صراعات داخلية بين المسلمين أيضا أنا لم أقل بهذا الكلام المذكور أنا أرى أن وجود الله فطري قبل أن يكون عقليا لا يحتاج أصلا للدخول في علم الكلام حتى نثبت وجود الله لكن ابن الرشد كان يرى أن كل أدلة المتكلمين عن وجود الله وهي كثيرة كلها تقريبا إما جدلي أو خطابي وبينها اثنين فقط يستحق أن يكون برهانيا محكما لا يمكن نقضه ولكن أنا لا أرى هذا بالضرورة يكفي دليل الفترة أصلا سؤال هنا كيف يمكن إقناع من يعاني التشرد والألم والمرض أن الله يرعى الكون والعباد وأنه عادل ورحيم إلى آخر الكلام أنصح أولا بالعودة إلى صفحة الأسئلة الوجودية الكبرى في موسوعة السبيل باختصار أخي الكريم أولا نحن لا نشعر بملايين ومليارات نعم الله التي تجري علينا في الخلايا التي الآن تقاوم الأمراض في داخلنا في عدم وقوف خثرة صغيرة من الدم في أحد شرايين الآن حتى أموت الكون من حولي يحيط بي بالكثير من النعم فنحن للأسف لا نشعر بهذا الكم الذي لا يحصى من نعم الله ولكن لما نبتلى بابتلاء واحد أو اثنين أو عشرة على الأكثر نشعر أنه ننتهي الأمر وأنه كأنه رب العالمين يتقصد أن يؤذينا جل وعلا أيضا الله أعطانا القدرة أعطانا قدرات كبيرة من الصبر لكن هذه القدرات العظيمة لا تتفجر إلا لما نبتلى بابتلاء عظيم أيضا يجب أن نذكر أن الله لم يعدنا بأن يخلقنا في هذه الأرض في جنة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لذلك أهل النعم لما يروا أهل الابتلاء في الآخرة كم يحصرون من الأجر والنعم ورفع الدرجات في الجنة يتمنون لو كانوا مثلهم وأشد الناس ابتلاء في الدنيا لو غمس غمسة واحدة في الجنة يعني ثواني ثم أخرج سيقول ما رأيته بلاء قط بينسى كل الابتلاءات وهو كان من أكثر الناس ابتلاء كله ينسى بغمسة واحدة في الجنة ألا يكفي هذا للنصبر؟ سؤال هنا من الذي يتحمل مسؤولية انحطاط الأمة؟ الحكام أم الشعوب أم المستعمر؟ كلهم ولكن بدرجات تحقيق هذا السؤال يحتاج إلى الكثير من البحث والتخصص السؤال يطلب مننا التعرض للتطور والداروينية والتطور الموجهة والآخرين إن شاء الله سنخص عدد حلقات على الموضوع سؤال هنا هل تكترثون المشاهدات؟ بمعنى هل تحاولون أو تستعون لزيادة نسبة المشاهدات في الفيديوهات؟ خاصة أن الملحدين يهتمون بنسبة المشاهدات إلى آخر الكلام؟ طبعا هذا السؤال يعني مفروض لا يطرح لأنه لو اهتمينا في هذا سيطعن في إخلاصنا مفروض أن لا نهتم أبدا إلا لوصول رسالتنا وليس لعدد من يتابعنا ويشاهدنا وأرجو أن تدعو لنا بالإخلاص لماذا وصفت على أي أساس مجموعة من المسلمين بالجامية المدخلية؟ الجواب طبعا هذه نسبة للشيخين محمد أمان الجامي وربيع المدخلي الأول مات والثاني حي والثاني الآن لما سؤل في أحد المقابلات عن رأيه في ابن سلمان وسياساته وفتح السينما في السعودية قال هذا يعني مقبول وبرر لهم ومعروف هذا التيار هو يبرر كل شيء تقريبا تخيلوا الآن هم مع حفتر في ليبيا ضد الثوار الإسلاميين فهؤلاء إما مخابرات أو ناس على جهل غير مسبوق في تاريخ الأمة السؤال هنا أيضا لماذا قلت أنهم متشددون؟ أنا لم أقول متشددون هم أبعد الناس عن التشدد هنا سؤال طويل عن الحركات القومية والآخره وأن هناك من المسيحيين من يكون قومي وأن هناك أيضا قوميين في تركيا ومتدينين أنا لا أقول أن كل القوميين علمانيين بالضرورة لكن القومية من حيث المبدأ تتعارض مع الإسلام والمسيحية ولكن ربما مع الهودية والهندوسية تم دمجها بعد تشويه الدين وأيضا لدينا في المسيحية والإسلام كما يقول الأخ هناك أيضا قوميين وأيضا متدينين ولكن الدين تبعهم مشوه هنا سؤال أنه أنا ذكرت في مراجعات إردوغان أن الاتحاد والترقي والماسونية هم الذين ارتكبوا الجرائم في آخر أيام الدولة العثمانية طبعا أنا لم أقول أنه كل أخطاء العثمانيين في القرن العشرين كانت على التحاد والترقي لكن تقريبا السلاطين كلهم اللي جاءوا بعد السلطان عبد الحميد كانوا مجرد دماء فهناك أيضا أخطاء تحمل على هؤلاء لاحظ في فيديو هذا النقدك لإطرحات الشيخ محمد عبد ومحمد عبد الوهاب والأفغاني وإلى آخر هذا الكلام محمد عبد والأفغاني ممثلان لمدرسة إصلاحية سلفية كانت تسمى في بداية القرن العشرين هم كانوا أقرب للمعتزلة تتمت السؤال هنا أن جمال الدين أفغاني اتهمه البوطي بأنه بهائي لا أذكر أنه قال بهائي لكن في كتابه شخصيات استوقفتني إذا كان هو المقصود كان يقول أنه شيعي والله أعلم سؤال كيف يجعل الله إنسان خالد مخلط في جهنم مقابل كفره لسبعين سنة أو أقل أو أكثر أو حتى ربما عام واحد الفكرة يا أخي باختصار أنه لا يدخل النار ويخلد فيها إلا ما كان جاحدا متكبرا واجتمعت عنده الأدلة والذي ينطبق عليه قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فالآية تقول فاعترفوا بدمبهم فسحقا لأصحاب السعير هؤلاء لما يطلبوا من رب العالمين أن يعيدهم إلى الجنة ويعيدوا الاختبار يقول ولو ردوا لعادوا فرب العالمين عارف أنهما نفسيتهم أصلا فاسدة فهي ليست مقابل الذنوب قليلة بعذاب طويل ويعودوا إلى الجنة ولكن هناك أشخاص ونفوس فاسدة ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر فهؤلاء ما في أمل منهم وهؤلاء هم الذين يخلدون في النار عادنا الله منها سؤال هنا كيف نصلح الانتكاسة الفطرية من أشياء كثيرة مثل عدم الاكتراف بالحياة واللمبالاة والآخر الكلام كما قلت في فيديو سابق أغلق على نفسك كل الشبهات لا تقرأ الكتب المترجمة الشبهات التي تطرح الآن في الفيديوهات في أفلام هوليوود ستجد الكثير من الكنوز الإسلامية في مكتبتنا ستستهلك عمرك كله ولا تكاد تقرأ إلا قليل جدا منها وهذا يكفي سؤال من أحد الأخوات تقول أنها ليست من النسويات لكن هي مستاءة أن الإسلام أو الشرعي يحرمها من العمل وهي عندها طموح لا أدري من قال أن الشرعي يمنع أو يحرم عمل المرأة وهناك الكثير من الكتب المعاصرة عن المرأة لعلماء معاصرين يبيحون العمل ولكن ضمنها شروط منها مثلا أن لا يتعارض العمل مع أنوثة المرأة وطبيعتها الالتزام بالحجاب واللباس الشرعي وعدم الاختلاط إلا في أضيق الحدود هناك من يطلب أن ننصحه بكتب الإنجليزية لمن يريد أن يقرأ بالإنجليزية عن الإلحاد والردع الإلحاد وهذا من أفضل الكتب Divine Reality للأستاذ حمزة زورزيس هذا مترجم لكن أصله بالإنجليزية من أروع الكتب فعنصحكم به أيضا أكثر من سؤال جاءني من زمان وحتى الآن هل رأيت واستمعت إلى الدكتور إياد القنيبي ورأيه في إردوغان وتجربته هناك من طلب هذا الطلب أيضا بشكل حاد ويرسل لي فيديوهات الدكتور القنيبي ويجب أن تراها وتسمعها يا جماعة باختصار أنا رأيت هذه الفيديوهات قبل سنوات لأنه عمرها تقريبا ثلاث سنوات والدكتور القنيبي نفسه من أول حلقة نزلتها كمراجعات لأردوغان هو نفسه أرسل لي فيديوهاته ومقالاته عن نفس الموضوع وكان بيننا نقاش وأخذ ورد وفي النهاية حتى لو اختلفنا فهناك مساحة للاختلاف إن شاء الله فيما هو مسموح به فلماذا هذا التشنج إذن؟ على أي حال هناك أيضا عدة طلبات جاءتنا ليست أسئلة سأحاول تلبية ما كان ممكن إن شاء الله أرجو أن تعذروني إن أطلت عليكم ومن أرسل سؤالا ولم أستطع الرد عليه فأيضا أرجو أن يتفهم شكرا لمتابعاتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترويج هذا الفيديو أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته